اشتركوا في القناة مشيدا بدور مصر التاريخي كاحدة الدول الافريقية المتفوقة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية خاصة في ظل كونها اكثر الدول فوزا بدورة الالعاب الافريقية على مدار التاريخ وهو الامر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الرياضي في افريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية الى جانب تلك الرياضية كما اعرب رئيس اللجنة الالمبية الافريقية عن تقديرهم لكافة التسهيلات والتجهيزات التي وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجماعية العمومية التاسعة عشر لها بالقاهرة مؤكدا ثقتهم في نجاح مصر على جميع الاصعضة في استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالميا وقاريا خاصة في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على اعلى مستوى وهو من عكس في التنظيم الرائع الاخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر والذي حظي بإشادة دولية واسعة من جانبه رحب السيد الرئيس بوفد اللجنة الالمبية في مصر مهنئا سيادته السيد مصطفى براف على انتخابه رئيسا لها ومشيرا إلى دورها المهم في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى القاري اخذا في الاعتبار تأثيرها الفعال في التقريب بين شعوب العالم وغرس الروح الرياضية والاخاء بينهم في الاطار التنفسي الرياضي ومشيدا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الافريقية على الساحة العالمية والذي تمثل في الأداء المشرف خلال الفترة الأخيرة لمعظم الفرق واللعابين الأفارقة في البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية كما أكد السيد الرئيس توفير الدولة لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجماعية العمومية للجنة الأولمبية الافريقية في القاهرة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الافريقية بسبب جائحة كورونا مشيرا سيادته إلى أن مصر مستعدة دائما لاستضافة كافة الأحداث والفعاليات الرياضية في أي وقت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها وقد شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها الرياضة الافريقية مؤخرا وخطط اللجان الأولمبية الافريقية خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص للاستمرار في التطوير والتقدم فضلا على سبل التعاون بين مصر واللجنة الأولمبية الافريقية للمساهمة في تطوير إمكانات الشباب الافريقي في المجال الرياضي كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب كل من الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودية عضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والسفير ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهدت تباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابي والرياضي بكل البلدين الشقيقين وكيفية استغلالها في استثمار طاقات الشباب وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة وقد رحب السيد الرئيس بالمسؤول السعودي في القاهرة طالبا سيادته نقل تحياته إلى كل من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خدم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومؤكدا عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين في النهوض بالشباب رياضيا واجتماعيا وثقافيا والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين كما استعرض السيد الرئيس المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية المتنوعة التي تنفذها الدولة في مختلف محافظات الجمهورية مؤكدا سيادته أن مصر تول اهتماما كبيرا بالناشئ والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية التحتية الرياضية في جميع مدن وقرى مصر بما في ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب إلى جانب توعيتهم بأهمية الممارسة الرياضية لرفع مستوى الصحة العامة للمواطنين من مختلف الأعمار السنية من جانبه أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا إلى سيادته تحيات أخيه العاهل السعودي وسموه ولي العهد ومشيدا باهتمام سيادته بالمجالين الشبابي والرياضية لسيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية من الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد والتي تعكس الدورة المحورية للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر كما أكد الوزير السعودي اهتمام المملكة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأنشطة الرياضية المشتركة والتي تمثل جسرا لتعظيم التفاعل وتعظيم أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين بشكل منتظم وعلى نطاق واسع مشيدا في هذا الإطار بالمشروعات القومية الرياضية الكبرى التي تم استحداثها في مصر من مدن وقرى أولمبية جديدة وبنية رياضية حديثة تدعم تنظيم أي فعاليات رياضية مشتركة سواء إقليميا أو عالميا كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية دولة قطر وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب السيد عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى السيد الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والتي تضمنت توجيه الدعوة لسيد الرئيس لزيارة الدوحة والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بشأنها بما يقدم تطلعات الدولتين وقد ثمن وزير الخارجية القطري الدورة الاستراتيجية والمحورية الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية وكذلك جهود مصر ومساعيها الدعوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر معربا سيادته عن رحب مصر بالتطورات الأخيرة في مصار العلاقات المصرية القطرية ومشيرا سيادته إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياساتها وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين وكذلك التكاتف لضرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي وقد تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي اشتركوا في القناة